موسيقى نحن نعلم أن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب ولكن هناك أيضا آيات متشابهات وكما الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة آل عمران يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فكما هو واضح أن بعض الآيات القرآنية متشابهات وهذه الآيات المتشابهات بحاجة إلى تأويل ولكن هذا التأويل ليس عمل أي إنسان وإنما هذا التأويل يعلمه الله سبحانه وتعالى والذين علمهم الله سبحانه وتعالى أي رسول الله والرسول علم العم المعصومين لكن إذا الإنسان جاء يرى أمرا ضمن الثقافة الإسلامية لكن هذا الأمر يتعارض مع ما يوجد في الثقافة العالمية في هذا اليوم إن صح التعبير وخاصة في الثقافة الغربية فيريد يجمع بين الأمرين يعني يجمع بين القرآن ويجمع بين الثقافة الغربية فماذا يفعل الكثير؟ يحاولون لي عنق النصوص بحيث أنه يؤول الآية بما تنسجم مع الثقافة العالمية أو المستوردة أو الغربية ومن ثم يريد أن يريح ضميره بأنه عمل بالقرآن وفي الوقت نفسه لم يعرض بمضايقات أخرى قد يواجه بها في عالم اليوم مثلا من باب المثل نحن نعلم أن عالم اليوم يهتم بحقوق المرأة طبعا قبل عالم اليوم الإسلام هو الذي أعطى المرأة حقوقها كاملة وأعطى لها كرامتها الكاملة طيب هناك آية في القرآن الله عز وجل يقول وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنْ فَاعِظُوهُنْ هذه المرحلة الأولى وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعُ هذه المرحلة الثانية وَضْرِبُوهُنْ الضَّرْب طبعا حسب السائد في ثقافة عالم اليوم الضرب أمر مرفوض بشكل نهائي وهناك تشنيع على المسلمين بأن في كتابهم المقدس تشريع لضرب النساء البعض بدون التفات إلى الواجه في هذا الحكم طبعا الحكم ليس معناه ضرب النساء بشكل دائم كما يفعل بعض الرجال وهذا محرم لأنه لا يجوز لأي إنسان أن يضرب إنسانا آخر إلا في الموارد التي شرعها الشارع فلا يجوز له أن يضرب زوجته إلا إذا لم تؤدي حق الزوج وحق واحد من حقوق الزوج والتي تخافون نشوزهن إذا نشزت على زوجها لم تؤدي حقه في الفراش فاعظوهن المرحلة الأولى تكون الموعظة وهجروهن في المضاجع هذه المرحلة الثانية المرحلة الثالثة الضرب وروايات والتفسير عن رسول الله والأم عليهم الصلاة والسلام يبين أن هذا الضرب لا يكون ضربا مبرحا بحيث أنه لا يجوز أن يسود أو يحمر مكان الضرب وإنما الغرض منه الإهانة لماذا شرع هذا الحكم لأن الأمر إذا كان هناك نشوز نتيجة يدور بين انهيار الأسرة إذا لم يعالج النشوز وإذا عولج النشوز استمرار هذه الأسرة طبعا العلاج قد يكون بالضرب غير المبرح فأيهما أفضل هل نترك الأسرة تنهار ما يؤدي إلى انسياب الأطفال ولعله في كثير من الأحيان هناك تكون مشاكل كبيرة أو يكون هناك ضرب غير مبرح طبعا الخيار الثاني هو الخيار العقلي فهذا موجود في القرآن الكريم أنت تريد أن ترضي الغرب أو الشرق عنك تحاول لي عنق النص وتقول معنى أن اضربوهن مثلا اضربوهن في الأرض يعني سافروا بهن هذا تأويل بدون دليل وتأويل خلاف البلاغة وخلاف الفصاحة وهذا أمر مرفوض بشكل نهائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر